أدى رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم جاء ذلك بحضور وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسؤولين وعقب أداء الصلاة اجتمع رئيس السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم وأشار المتحدث العسكري إلى أن الرئيس السيسي أكد على وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لولها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر وضر الرئيس السيسي حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة وأشهد رئيس السيسي بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية مؤكدا أن شعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ترجمة نانسي قنقر